مراسيم ذكرى عشراء وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان وأشهد المشاركون في المواكب الحسينية بجهود قوة البيجمرقة والأسايش في تعزيز الأمن وتأمين الحماية للمواكب الحسينية مؤكدين أن مشاركة أبناء كاركوك في مراسيم إحياء ذكرى عشراء يجسد حالة التعايش الأخوي الأزلي بين مكونات هذه المدينة في أجواء آمنة ومفعمة بالسلام بمحافظة كاركوك جرت مراسم الشعائر العاشر من شهر محرم الحرام في منطقة التسعين حيث سارت المواكب الحسينية في شوارع المدينة وهم مطمئنون أن القوات الأمنية وجدت كي تحميهم شاكرين جهود القوات الأمنية متمنين بهذه المناسبة أن ينتصر الحق على الإرهاب بتوحد الجهود في البلاد ولله الحمد الحالة الأمنية وخصوصا في كاركوك ومع هذه المواكب الحسينية وعموما للأجواء الأمنية الحمد لله بحالة طيبة وجيدة بهمة الغيارة من أبناء المحافظة وأبناء البلد وأسأل الله أن يوفق الجميع لأن تمر الذكرى وهذه المناسبة بلا حوادث وإن شاء الله لحد الآن كما أعلمون الإخوة أن لم تحدث هناك حوادث وهذه كلها بجهود وسعي الغيارة من الشرطة المحلية وقوات الأسائش أتمنى أن يتعاون الجميع في هذا المجال لأننا كلنا مستهدفون وكلنا أعداء في نظر العدو نسأل الله أن يتحد الجميع وأن نكون يدا واحدة ضد الإرهاب هذا العام له وقعا كبير ووقفة كبيرة ووقفة تحدي من كافة مكونات كاركوك الذين يشاركوننا الآن ومن ضمنهم الجهاز الأمني الأجهزة الأمنية القائمة على واجباته على تم صورة فإن شاء الله الوضع مستقر بوجود فشمرقة والأجهزة الأمنية على حدود كاركوك وفي الداخل من أجهزة الطوارئ فبالتأكيد هؤلاء يقومون بواجباتهم على تم صورة فنحمد الله ونشكره ونشكر الأجهزة الأمنية ونشكر سيادة رئيس اللجنة الأمنية اللي هو سيادة المحافظ على توجيهاته السديدة وعلى متابعته لهذه المراسيم أولا بأول قيادة شرطة كاركوك وضعت خط أمنية لحماية المواكب الحسينية حيث جرت مراسيم عاشراء دون حادثة تذكر اليوم انطلقت مواكب ومراسيم الحسينية كما قلت في منطقة تسعين وفي منطقة واحد حزيران أقام حسينية الرسول العظم وفي حسينية خزعي التميمي في منطقة سوق الهراج أو في منطقة أحمد آغة كما يقال نعم الخطة طبقناها بحذافير اشتركت كامل القوات الأمنية وكافة ضباط الشرطة وقادة الشرطة اشتركت والخطة الحمد لله لحد الآن ناجحة وإن شاء الله نكمل هذه الخطة وتنتهي المراسيم بأمان وسلامة أي حادث لا يوجد وإن شاء الله تنتهي هذه المراسيم بأمان كما قلت المواطنون الذين شاركوا في المواكب الحسينية في كاركوك وقضاء داكوك أبدوا عن ارتياحهم للأجواء الأمنية التي خصت ذكرى عاشوراء شاكرين جهود قوات البيشمرقة والأسايش والقوات الأمنية الأخرى التي قامت بتأمين وحماية المراسيم بشكل جيد في كاركوك مارسنا التقوص الدينية الخاصة لنا في العاشر محرم في منطقة تسعين في كاركوك ولله الحمد وذلك بفضل كافة القوات الأمنية المنتشرة في كاركوك من الطوارئ من الشرطة من الأسايش وكل القوات التي ساندت هذه لإنجاح هذه المراسيم اليوم والحمد لله وشكر الله هذه المراسيم قد مرت بشكل سلس نتيجة الجهود المفذولة من قبل الأجهزة الأمنية المتمثلة بقوات الشرطة نسأل الله العيل القدير أن يمنع على بلدنا وعلى مدينتنا بالأمن والأمان هناك تنسيق مشترك بين القوات الأمنية بين القوات الأمنية من القوات الفيشمارقة وقوات الأسايش وكل القوات الأمنية الموجودة في المنطقة مشاركة ومتعاونة ومتماثكة ومنسجمة في هذه المناسبة لإنجاح وسلامة الزائرين وسلامة المعزين اشتركوا في القناة